السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع انتشار فيروس كورونا في العالم كله بنلاحظ حاجة غريبة جدا في مجموعة الدول الخليجية تحديدا هو انه برغم انتشار الفيروس في مجموعة الدول اللي انه نسبة الوفيات في الخليج العربي بالكامل نسب منخفضة جدا جدا تقل عن الواحد في المية بالنسبة لعدد الاصابات الحقيقة لازم نوجه التحية للإدارات الصحية والمنظومات الصحية في دول الخليج بالكامل وبلا استثناء على التعامل الحكيم والمتطور مع مصاب الفيروس ده فكون اننا نطلع بنتيجة ان عدد الوفيات في المنطقة دي بس في العالم اقل من 1% فده انجاز مفيش بعد وانجاز ولا قبل وانجاز مهما العدد بيزيد في دولة من الدول فالواحد ما بيبقاش قلقان لانه بيبقى شايف معدلات الشفة العالية ومعدلات الوفاء المنخفضة جدا 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 فبينما في دول حقق معدل وفاية فوق العشرة في المية باللاقي انه في الخليج في دول فيها اقل من نصف في المية ودول اقل من ربع في المية والجميع بيشتركوا في أن نسبة الوفاة فيهم مقارنة بعدد الإصابات أقل من 1% أعتقد أن دي حاجة لشعوب الخليج أن هي تفخر بيها وتعرف ترد بيها على الناس اللي بتقول إن انتم وديته فلوس البترول فين ودوا فلوس البترول في أن هم بانوا منظومات صحية على أعلى مستوى بانوا منظومات صحية تتفوق على المنظومات الصحية اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي أعطى الدول الصحية وفي أعطى الدول تقدما دايما السؤال ده بيتوجه وديته فلوس البترول فين فلوس البترول قادي جانب واحد من جوانب الصرف في فلوس البترول بالإضافة للإنفاق في التعليم والابتعاث الخارجي اللي وصل الكوادر الوطنية لدول الخليج العربي إن هي تقدر تدير منظومة طبية بالشكل ده وبالجودة دي تحياتنا لأهنلة في الخليج جميعا وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله وبإذن الله الفيروس إلى انحصار أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته